إلى ذلك قال النائب محمد كريم أن رؤية قوى الإطار التنسيقي تدفع باتجاه توافق الكتل السنية لحسم قضية انتخاب رئيس الجديد لمجلس النواب موضحا أن كل المنصب له تأثير سلبي على تشريع القوانين وأضاف أن الخيارات السنية الموجودة لاختيار شخصية لرئاسة البرلمان تحتاج إلى توافق أما الاتفاق على شخصية معينة أو سحب ترشيح الجميع ثم فتح باب الترشيح من جديد وإبقاء الأمر على تصويت مجلس النواب وفي السياق المحل متحدث باسم يتلا في دولة القانون عقيل الفتلاوي إلى حسم المنصب خلال الشهر المقبل سواء عبر إتاحة المجلس الفرصة مرة أخرى لتعديل فقرات الترشيح أو النظام الداخلي أو توفق معين داخل البيت السني مؤكدا رفض الاستمرار بإدارة المنصب بالإنابة